الحمد لله رب العالمين أحمده حمد الشاكرين وأشكره شكر الذاكرين الموحدين وأسأله أن يمن علينا من خيره العظيم وجزائه الجزيل له الفضل والمنة أرسل إلينا رسولا كالشمس في ضحاها وأرسل مع الرسول كتابا وسنة كالقمر إذا تلاها فمن تبع الرسول والكتاب والسنة عاش في ضوء النهار إذا جلاها ومن ابتعد عن الرسول والكتاب والسنة تخبط في ظلمة الليل إذا يغشاها فوحق من رفع السماء وبناها وبسط الأرض وطحاها وخلق النفس وسواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أبناء وبناتي طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من البرامج التعليمية الأزهرية نشرح فيها علم الحديث داعيا الله سبحانه وتعالى أن نرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يوفقنا إلى خير ما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه أبناء وبناتي لقاؤنا اليوم مع الحديث الثلاثين والذي يتحدث عن أحب الكلام إلى الرحمن هيا بنا أبناء وبناتي نقرأ سويا نص الحديث الحديث الثلاثون أحب الكلام إلى الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبنائي وبناتي سيدنا أبو هريرة رضوان الله تعالى عليه ينقل لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هناك من الكلام الذين تكلموا ويتحدث به الناس كلمتان هاتان الكلمتان لهما عدة صفات عدة مميزات أولها أنهما خفيفتان على اللسان أن ينطقوا بهما اللسان في خفة وسهولة لا تلعثم فيها لعدة أسباب سنعرفها إذن الخصيصة الأولى خفيفتان على اللسان الثانية خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن أو أنه بدأ أولا بالثقل في الميزان فالصفة الأولى لهما أنهما خفيفتان على اللسان ثم ثقيلتان في الميزان أي عند الله سبحانه وتعالى لأن كل ما يقوله الإنسان وكل ما يفعله الإنسان سيوزا قال ربنا جل جلاله وقفوهم إنهم مسؤولون ثم قال في مواضع أخرى ونضع الموازين القصط ليوم القيام وقال ربنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عاتيد آيات كثيرة جدا تدل على أن الحساب على الكلام معروف إذن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن أن يحبهما الله عز وجل ولعل سبب حب الله جل جلاله لهاتين الكلمتين أحد أسباب الثقل في الميزان ما هما هاتين الكلمتين يا رسول الله قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم من يتلفظ بهاتين الكلمتين أو هاتين الجملتين اللتين أطلق عليهما أنهما كلمتان كان ذلك سبب في ثقل ميزان هاتين الكلمتين لحب الله عز وجل لهاتين الكلمتين ولحبه لقائلهما محبوبية قائل هاتين الكلمتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تعليم إرشاد توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لجميع أفراد الأمة المحمدية يرشدنا إلى ما يزيد لنا في الميزان ما يثقل لنا الميزان صلى الله عليه وسلم لأنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم هيا بنا ابنائي وابناتي نرى مزيد شرح وبيان لهذا الحديث ولنبدأ أولا على الفور ببيان بعض معاني المفردات فإلى تلك المعاني معاني المفردات كلمتان حبيبتان إلى الرحمن يراد محبوبية قائلهما خفيفتان على اللسان للين حروفها وسهولة خروجها فالنطق بها سريع وذلك لأنها ليس فيها من حروف الشدة المعروفة عند أهل العربية وقد اجتمعت في هاتين الكلمتين حروف اللين الثلاثة أنتوا طبعا عارفين هي حروف اللين الألف والواو والياء فالحروف السهلة الخفيفة فيها أكثر ممكن تتسئل هنا سؤال لماذا كانت هاتان الكلمتان خفيفتان على اللسان طول على طول للين حروفها وسهولة خروجها فالنطق بها سريع وذلك لأنها ليس فيها من حروف الشدة المعروفة عند أهل العربية وقد اجتمعت فيها حروف اللين الثلاثة الألف والواو والياء فالحروف السهلة الخفيفة فيها أكثر ثقيلتان في الميزان حقيقة لكثرة الأجور التي تدخر الأجور المدخرة لقائلها فالموزون الكلمات نفسها لأن الأعمال كما تعلمون أبناء وبناتي تجسم وقيل صحائفها كما درستم في علم التوحيد سبحان الله معناه تنزيه لله تعالى عما لا يليق به من كل نقص وبحمده أي وبمعونتك التي هي نعمة تجب علي حمدك توجب علي حمدك سبحتك لا بحولي ولا قوتي ننتقل الآن أبناء وبناتي لبيان بعض المباحث العربية الموجودة في هذا الحديث من هذه المباحث العربية نقول كلمتان ما إعرابها كلمتان خبر مقدم وما بعده صفة أي كلامان فهو من باب إطلاق الكلمة على الكلام مثل كلمة الشهادة وكلمة التوحيد وما إلى ذلك والمبتدأ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لأنهما وإن كان منصوبين على الحكاية فهما في محل رفع وقدم الرسول صلى الله عليه وسلم الخبر هنا ليشوق السامع إلى المبتدأ وهذا من باب البلاغة يبقى نقول وقدم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الخبر هنا ليشوق السامع إلى المبتدأ فيكون أوقع في النفس وأدخل في القبول لأن الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب ورجح بعضهم أي بعض العلماء كون سبحان الله هو الخبر فبالسبب إيه لأنه مؤخر لفظا والأصل عدم مخالفة اللفظ محله إلا لموجب يجبه فكان اعتبار سبحان الله خبرا أو لا وهو من قبيل الخبر المنفرد بلا تعدد لأن كلا من سبحان الله مع عامله المحذوف الأول والثاني مع عامله الثاني إنما أريد لفظه والجملة المتعددة إذا أريد لفظها فهي من قبيل المفرد الجامد ولذا لا تتحمل الضمير وهذا ما قضت به القواعد النحوية وقد يقال أبناء وبناتي بل الأولى كون سبحان الله هو المبتدأ طيب السبب إيه لأنه معلوم وكلمتين باعتبار وصفه بما ذكر هو الخبر طيب برضو السبب إيه لأنه مجهول والقاعدة أنه إذا اجتمع معلوم ومجهول يجعل المعلوم مبتدأ والمجهول خبرا حبيبتان إلى الرحمن كلمة حبيبتان أبناء وبناتي تثنية حبيبة بمعنى بمعنى محبوبة وفعيل إذا كان بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث فتقول رجل قتيل وامرأة قتيل وقيل هذه التاء لنقل الاسم من الوصفية إلى الاسمية خفيفتان على اللسان فيه استعارة حيث شبه سهولة جريانها على اللسان بخفة المحمول من الأمتعة حاجة تشيلها يعني يبقى هنا استعارة حيث شبه سهولة جريان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم على اللسان بخفة المحمول من الأمتعة واشتق من ذلك لفظة خفيفتان بمعنى سهلتي الجري على اللسان لقلة حروفها ورشاقته ما في الميزان هو الذي يوزن به في الآخرة أعمال العباد وهذا الميزان الأصح فيه أنه جسم محسوس ذو لسان وكفتين وفي كيفيته أقوال درسناها في علم التوحيد طيب الاستعارة دي أبنائي وبناتي بالشكل اللي احنا قلناه ده من علم البديع نسميه إيه وذلك من علم البديع يسمى المقابلة والموازنة في السجع يبقى حنسميه إيه المقابلة والموازنة في السجع طب عايزين نشرحها نقول فيها إيه لما يقول لي ده من علم البديع نسميه إيه أقول له يسمى المقابلة والموازنة في السجع طب يشرح بقى الكلام ده أقول لأنه قابل الخفة على اللسان بالثقل في الميزان حاجة عكس حاجة نقول كمان مرة لأنه قابل الخفة على اللسان بالثقل في الميزان طيب وقال حبيبتان إلى الرحمن ولم يقل إلى الرحيم ده حاجة خالص قال حبيبتان إلى الرحمن ولم يقل إلى الرحيم لأجل الموازنة بقوله على اللسان عشان السجع يبقى ماشي مع بعضين وخلي بالك بقى من الألفاز اللي جاية دي حبيبتان خفيفتان ثقيلتان كلها صفات لقوله كلمتان سبحان الله هذا اسم مصدر لسبح بالتشديد وبحمده قيل قيل الواو في قوله و وبحمده قيل الواو زائد فهو وقيل الواو الواو الباء الباء في بحمده ثم ماذا طب أقول كمان سؤال لماذا كرر التسبيح دون التحميد في قوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ألها مرتينه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هنا هنا كرر التسبيح دون التحميد ده كلام ده ليه الإجابة هنقول اعتناءا بشأن التسبيح لكثرة المخالفين فيه طيب التسبيح ده هو ورد على أنواع شتى وخلي بالك معي قوي هنا نقول ايه وقد ورد التسبيح والتحميد على أنواع شتى منها أول وحدة أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فهي أفضل الذكر بعد القرآن ولذلك كانت غراس الجنة يبقى غراس الجنة ايه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر طب واحدة كمان وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح نصف الميزان والحمد لله يملأه ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص إليه العنصر التاني بقى معنا ثانيا فضل الذكر عايزين نتكلم عن فضل الذكر ممكن نقول إيه هنقول ورد في فضل الذكر أحاديثة كثيرة منها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لجويرية لما خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال لها ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لو وزنتهن أربع كلمات بس يتقال ثلاث مرات لو وزناهم بما قلتيه أنت يا جويرية منذ الصباح إلى وقت الضحى لو وزنتهن ما هي هذه الكلمات الأربع قال لها النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته نكررها كمان مرة بس إدن النبي قال إيه لو وزنت بما قلتي منذ اليوم لو وزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد ومداد كلماته ومنها كذلك أبنائي وبناتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي أي سيدنا إبراهيم لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرأ أمتك من السلام وأخبرهم وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثالثا سر ختم البخاري جامعه الصحيح بهذا الإسم ليه لماذا ختم البخاري جامعه الصحيح بهذا الحديث نقول ختم البخاري جامعه الصحيح بهذا الحديث المجتمل على الحمد بعد التسبيح تيمنا وتبركا لأنه آخر دعوى أهل الجنة قال الله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين يبقى نتسئل لماذا ختم الإمام البخاري بهذا الحديث تيمنا وتبركا لأنه آخر دعاء أهل الجنة فهو عايز كمان يبقى آخر كلام في كتابه ككلام أهل الجنة وآخر كلامهم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين رابعاً ما يرشد إليه الحديث الحث على إدامة الذكر باللفظ المذكور لمحبة الرحمن له وخفته في النطق وثقل ثوابه السجع جائز والمنهي عنه ما فيه تكلف الإشارة إلى امتثال قوله تعالى وسبح بحمد ربك أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية ما أجمل أن نلتزم بأحب الكلام إلى الرحمن جل جلاله حتى يثقل لنا في الميزان ونكتسب محبة الرحمن ومحبوبية قائل هاتين الكلمتين من الله سبحانه وتعالى وصلنا بذلك إلى ختام حلقتنا هذه إلى أن نلتقي في حلقة أخرى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته